رحمة الله تعالى وبركاته نلتقي من جديد عبر هذا البرنامج لاستقبال اتصالاتكم وللرد على كل الأسئلة التي تصل البرنامج لا تترددوا في الاتصال بين على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة أول اتصال السلام عليكم السلام عليكم السلام السلام عليكم السلام الحمد لله كيف تكون معنا الأخ أمار من خنشل الله يبارك تفضلت يا أمار أنا عندي قضية الشيك بدون رصيد الشيك بدون رصيد الشيك بدون رصيد قدمته لبونك أرجع بدون رصيد أنت ضحية أنا ضحية بعد ذلك قدمته بلغته عن طريق محضر القضايا بالشيك بدون رصيد لا يستطيع ما تريده في المحكمة الإبتدائية الشيك يشترط شهادة عدم الدفع مع 30 ساسيون دونه يشترط عارضة يدفع كين 2 واحد فيه 10 يام واحد فيه 20 يوم يعني الإجراءات الشكلية محترمة محترمة 100% قدمت قضية العدالة المحكمة الإبتدائية ما هي محكمة؟ ما هي محكمة؟ محكمة قيس نعم قدمت شكوة أعطاوله عام حبس وتزديد المبلغ وغرامة غرامة بخيمة الشيك نعم من بعد هو كسر الشرع لمجلس قضاء أم البواقي نعم صبح الشيك كظامان يعني الغاو الحكم ووش أصدر قرار؟ أصدر قرار شيك كظامان تقلبت الآية كامل لا كيف أصدر شيء القرار أصدر بالتأييد أو بالبراءة؟ أصدر بالبراءة ووش كظامان أعطاوله الإيدانة أعطاوله الإيدانة لم تصح الشك كظامان كيف أصدر القرار؟ ممكن تعطينا مرخصة على القرار ووش أصدر؟ يعني هل أعطاوله البرااء أم لما يكون الشك كظامان معنتها القانون يمنع أنك تمت شك كظامان ولكن الحكم وش يصدر؟ أصدر شك كظامان بالليل يشقي كيش يقدمه لكظامان يعني هو قدم شهود قدم نفس الإجراءات التي دمناها في المحكمة الابتدائية ممكن ولا جديد ممكن ولا واثقة جديدة ما كانش حتى حاجة جديدة لا تصريحات لا شهود لا وثيق لا ولا شيء واعتبر الشيك سليما كظامان لأن القانون مدى 174 فقالت لا تصريحة تتحدث على أنه يعاقب بالحبس كل من كي يصدر الشيك وكي يسلم الشيك ويشترط عدم صرفه وتركه كظامان يعني نفس العقوبة هذا هو المشكل اللي خلاني أنا ضغط في القضية كما قالي شيك يعني ربما من طلابهم وكي يغرأ التعيي نورمال ربما حتى المحاميتك ما فهمش لا لا فهم وتعجب هو كي يخرج من الجلسة تشوقها نعم وش علي حبيت أنت عرف وش أنت درت طعن المحكمة العليا درت طعن المحكمة العليا والنيب العام ما أبغاش يكسر معايا مشكلة لما ما يطعن معك النائي بالعام لأن طعن المحكمة مرتبط بدعاو العمومية ولا دكن جوابك والمشكل والمشكل أنا الحكم سمعته قبل الجلسة شوف أنت تقدر تروح أمام القاضي المدني خليني دكن جوابك إيه الإصدار شيك بدون رسيد جريمة عقب عليها قانون العقوبات في نص البدى 274 بكل فقارتها وكل الناس يعرفوا قضايا الشيكات بدون رسيد ماذا تشيك لإنسان لازم تكينا إجراءات شكلية تحترمها تروح مباشرة للمحكمة بعد تحترم هذه إجراءات شكلية وترفع شكوة وفي غلب الحالات تكون إيدانة لأن الشيك أداة وفاء نمدوه باش نصرفه أموال من نمدوه باش نحتفظه به ولا نمدوه لطريقة أو بطرق أخرى الآن الأمر الواضح أن المحكمة أدانته المجلس أعتبر أن هذا الشيك سليما كضمان نحن لا نناقش هذا القرار ولكن نقول أن اعتبار الشيك كضمان لابد أن يرتبط في مجموعة من الوقائع إما شهود إما بعد فتح تحقيق يعني بناء على قرار يصدر المجلس بناء على تحقيق للبحث في نقطة قانونية معينة بناء على وثائق بناء على كثير من الأمور التي تقدر تخلينا نقتانع بأن هذا الشيك سليما كضمان ما عدا ذلك مستحيل نعتبره الشيك كضمان لأن الشيك الأصل فيه وعدة وفاء الإثناءات القليلة جدا أنه يسلم كضمان ولكن الإثناءات تقوم لما يكون دليل بسيط قريرنا كما قلنا يعني مجموعة أشياء ممكن تقول مدام هذه موجودة في الملف الآن أنت طعنت المحكمة العليا ولكن هذا الأمر ممنعش أنك تروح أمام القاضي المدني على أساس أن الشيك هو أداة وفاء وهو سند تنفيذي كان ممكن أنك تروح إلى رئيس المحكمة دير أمر أداء وتروح مباشرة إلى تنفيذ الشيك بالمبلغ الذي فيه معنا اتصال آخر علو علو مساء الخير مساء النور سلام عليكم السلام وطلع من أختار تهمة مهار متأكد مهار كنت حين مهار أنت تكوين سنفى المصب الاحتيال والاستعمال مزور وبعد تكوين جامعة أشهر راحك له. قد نصبه الإحتيال والإحتيام المزور. وش أليه؟ الآن أين وراه المشكلة؟ هو وراه يمضيف العقوبة تعال الحبس تعه بناء على أحكام قضائية. نعم. ولكن أنا أظن عنده ضحايا بزاف. عنده ضحايا بزاف. نعم. عنده ضحايا بزاف. نعم. عنده بزاف يبتشكه على هذا النصب الإحتيال. ما تقول لي ليش قضية سكنات؟ ولا قضية سكنات؟ سكنات. نعم. نعم. دكت. نعم. حيث أنا أني حبا نعرف كيف نقدر نضمه له القضايا. ���لوش يقدروا يسقطه دكتها خمس سنين. خمس سنين. تقعد له سخسينا. قالك تقعد له غير متى عشر سنة. هذا ما كنت. ولكن الشرط اللوي لازم تكون إحكام نهائية. أحكام نهائية؟ ولكن الشرط اللوي لازم تكون إحكام نهائية. بمعنى أنه شارع في المحكمة. ومن بعد راح للمجلس. وخلولوا نفسنا، لإحكام. ولكن القضايا الآن راحهم في المحكمة العليا وقدم طعوم وقصوهم لك سواء ما تشتغير لا ولكن لازم يكونوا الأحكام نهائية باش تدير ضمن العقوبات عنده أحكام نهائية خلاص حاجكم الأحكام نهائية القضايا راحوا المحكمة العليا والمحكمة العليا فصلت فيهم ولا ما زال تحكمت فيهم مع قعدهم ومعهم مع أنت فصلت المحكمة العليا وخليت نفس نفس المدة نفس المدة الآن الأب تاعك هل تدفع الغرامات تدفع التعويضات تدفع كل شيء نعم ما زال ما تساوالوا فسما فسما ما عندوش ما شي ما عندوش وقالا ما دوك عناية بمثالين كيف قسوني حل بقالوا مدة باش يخرج ما لا باليش لا مش المدة الحكم لما إنسان لما نحكم لا لا ما زال ما الجسام نحن نحب أن نعرفه بشير يحكم القضايا ما زال يقعد له ما زال مدة وحي يقعد فيها ويخرج وما زال ما زال بفرق غرامة مالية لذلك ما لابلنا لذلك نجاوبك لذلك نجاوبك القانون إجراء الجزائي الجزائري الأمر يتعلق بمجموعة أحكام ضد شخص واحد الضحايا مختلفين سبق أنه مر أمام المحكمة وأمام المجلس وأمام المحكمة العليا هذا وش فهمنا من سؤالك الأمر يتعلق بطلب يقدم لأجل ضم العقوبات ولكن الشرط الأولى أن تكون أحكام نهاية الأحكام الابتدائية والأحكام المطعم فيها لا تستطيع أن تكون محل ضم عقوبات تعريفها عند العامة أن الكبيرة تكون صغيرة يعني العقوبة الكبرى هي التي تطبق وتلغى العقوبات الصغرى يعني العقوبات التي تقلعها العقوبة الكبيرة اللي هي العقوبة الأشد هذا هو شيء يتحدث القانون ولكن مجموعة شروط لابد أن تتوفر وهي أنك تبري ذمتك من كل شيء وتطلب أن العقوبة الكبرى هي التي تطبق بدل باقي العقوبات هذا الأمر ينظم القانون الجزائري والتطبيقات في إغلب الأحيان يتم الضم بخصوص القضايا المعروضة بهذا الشأن معنا اتصال آخر ألو 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 السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا بك وشكرا أستاذ الحمد لله شكرا أستاذ الحمد لله بقاسي جمال عايت لك البارح نعم تفضل البارح ما فهمت القضية ما قضية عندك أنت لي قلت لك أنا متربي بك واغاتو أرى أن أسمعه فيك شرح أن أنت على حسب ما شرحت لنا أنت متبنى بدون وثائق لا لا بالوثائق بالوثائق بمعنى اللي جابك تبنك أعطاك اسمه ولا أعطاك لقب وأعطاك كل شيء لا لا عندي وثائق يقولوا بلي أوليد نام غير مات لا أنت أنا فهمت بهذا الشخص الذي ربك توفى نعم توفى وخليه مسكن وخليك أنت وخليه شخص آخر تبنى أيضا ولكن الشخص الآخر مركيه بأسمه نعم وانت ما تسجلكش بأسمه نعم هذه الحقيقة هذه الحقيقة ولو أن الإجراء اللو الغالط مخالف للقانون ومخالف للشرع لأنه ممنوع نجيبه شخص من جنس من ذكرة وأنثة نجيبه من أصل وحد أخر وندخله في الأصل تعنا هذا الأمر ممنوع هذه الشرعة عندها عندها مدة ومشيبك عنها ومشيبك عنها الناس الناس يشوفوا في الأمور بسيطة ويتبعوا في الميراث ويتبعوا وشيدي ونسيين اختلاط الأنساء واختلاط الأصول ونسيين القانون يمنع تصريح كاذب ونسيين الدين يمنع الآن تحبيت تعرف هذا الأختاك اللي متربي معك متربي معك ونسيبك عن أختاك لأنهم متربي معك في بيت واحد ما كمش خواه وهذاك ما هو بابكم هذا الشخص هذا اللي يحمل اسم المتوفي عنده الحق يورث بناء على الوثيق اللي عنده المشكلة أنك أنت ما تقدرش تورث لماذا؟ لماذا؟ لماذا متورث نعم اسمحلي أنا ما نحبوش نورث أنا نحبوش البيت اللي يعني فيها ما نخرش منها أنت فهمني في حاجة أنت وش علاقتك بالبيت هذي هل أنت واريث أنت مكش أنا ذكرنا جيت خلينا شوف خلينا نمد نصائح من الواقع ما نجملوش الناس يعني أنت جابك إنسان ربك ومعطاكش وثيق خلاص الإنسان هذا توفى هذا الملك هذا يرجع إلى الورث الورث هو شخص آخر رباه ولكن أطلو اسمه أنت لما تقعد في البيت هذه أنت تقعد في البيت هذه مارك وريث مارك ابن حقيقي مارك مستأجر مارك شاري بأموالك يعني وش وصفة أنت لما تقعد في البيت هذه أنت ومش علاقتك بهذا البيت بسع أنا أنا كابر في هذا وش في هذا في هذا درالي دير دوم ونتعلو في سي ما طونيش أنا أنا طوني نخرج نخرج نترك حبني نقول لك أنا أقعد في البيت هذه لأنها ما هيش بيتك أنا نقول لك القانون وش أنت فلا تطلب الاستشارة القانونية الاستشارة القانونية تقول بلي أنت ما عندكش علاقة بهذه الغرفة وهذه حقيقة يعني لأنه إذا عرفت الحقيقة تبدأ توجد روحك إلى حياة أخرى إذا عرفت بلي ما عندكش الحق تبدأ تشوف أمورك خارج هذا البيت يعني أنت ما تربشت نفسك بهذا الغرفة أو هذا البيت لأنه من حق شخص آخر اللي راح يرفع عليك دعوة ويتطردك وتخرج من بعد من هذا المسكن وتروح إلى الشارع ولا تروح إلى مكان آخر المهم أنك لازم تعرف بأن القانون ما يعطيكش الحق في هذا المكان لأنك أنت ما رأك ابن ما رأك وريث ما رأك مستأجر ما رأك شاري ما عندك ولا علاقة يعني وش حبيت أنت العلاقة اللي ترتك بهذا البيت أي ذلك هو الحل وراه الحل ما كانش حلي أنه أنت ما عندكش علاقة الحل ذلك أنا يعني حكيتك في قصير القضية وأنني جاوبتك كما يقول القانون يعني حتى ربما السادة المشاهدين يتبعوا يعرفوا بأن الكلام اللي يقولون هو كلام منطقي يعني أنت هذا ما هو بابك هذا ماذا كيف تحبتك وإذا في بيت هو ما هو بابك أصلاً وحتى ما سوى لك وعليش واحد كي كبر في بيت لازم يديها زي ما واحد راه مستأجر بيت على ناس واحد كاري بيت على ناس يقعد فيها ما يخرج منها يعيش فيها 40 سنة بعد يخرج يقولهم أنا ولفت الدار هذا ما يخرج منها لا بصح أنا 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 أقول لك أنا لا أحاول نور أنا لا أعطني أنا لا أقوال ولكن ما تقدرش في البيت هذه لأنها ليست حقك تبع ما يمكن من أنا معاك أنا معاك يعني أنا شرحتك بما في كفاية يعني أنت علاقتك بهذا البيت علاقة انتهت بموت هذا الشخص الذي يربيك الذي هو صاحب الملك توفى انتهت علاقتك أنت ما ابنه ما راح متبنيك بموجب وثائق شخص آخر تبنيه هو ليعود له كل الملك ولأنك إذا حبيت ترفع دعوة قضائي لإجل إلغاء النس بتاع الطفل آخر لا يقبلك لأنه ما عندك صفة هذه أيضا مشكلة أخرى ونظن أنا أعطيتك ما يكفي من رأي القانون نكتفي بهذا الحد بالنسبة لعدد اليوم نلتقي إن شاء الله في الأعداد القادمة أترككم في رعاية الله وإلى اللقاء